موسيقى السابع صباحا بتوقيت الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل النشرة الصباحية بداية وبمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني والعقاد مؤتمر الصمام وجه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة إلى الشعب الجزائري هذا نصها أيتها المواطنات أيها المواطنون يأتي احتفاؤنا باليوم الوطني للمجاهد والجزائر اليوم تعيش سنة الاحتفاء بالذكرى الستين لاستعادة السيادة الوطنية في عهد تسخير المقدرات والثروات الوطنية لخدمة الشعب الجزائري الذي يتطلع إلى أن يرى جزائر الشهداء قوية بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية فخورة بأمجادها عبر الحقب التاريخية وما سجله لها التاريخ من تضحيات محفوظة في ذاكرتنا الجماعية التي يقع على عاتقنا واجب صونها ويتعين علينا الصهر على حمايتها من مكر أولئك الذين ما زالوا يجرون وراءهم منذ عقود حقدهم على انتصار الجزائر المستقلة السيدة وبطولات خالدة وما الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطني وانعقاد مؤتمر الصمام في عشرين أوت ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين وعشرين أوت ألف وتسعمائة وستة وخمسين إلا شواهد على مآثر جيل من الوطنيين الأحرار رسم للجزائر مصيرها وأورث شعبها قيم الحرية والشموخ إننا ونحن نحتفي باليوم الوطني للمجاهد نحيي في هذه السانحة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي شهد معه الشعب الجزائري في الخامس من جويليا الماضي لحظة من لحظات الاعتزاز بإنجازاته الوطنية من خلال مشهد بهيج يعبر عن وفاء الأمة للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة أيتها المواطنات أيها المواطنين يضيف السيد رئيس الجمهورية إنكم بالحس الوطني الأصيل تدركون ما ينتظرنا جميعا على طريق الصعود بالجزائر إلى المكانة الجديرة بها وتلمسون في الميدان الجهود المبذولة والخطوات المحققة لتدارك الوقت المهدور والسعادة الموارد التي استباحها الفاسدون وعبثوا بها من أجل وضع البلاد من خلال ما تعهدنا به أمام الشعب على عتبة الانطلاق نحو ديناميكية تنموية تطلق المبادرات وتحرر الطاقات ليعلو فيها الحق ويسود فيها الإنصاف وإنني أكرر بهذه المناسبة الوطنية الخالدة أنه لا مكان في الجزائر التي نبنيها معا للممارسات التي أضرت بثقة الشعب في مؤسسات الدولة وأن القانون فيها يردع كل من يجرؤ على حرمة أموال الشعب أو يسيء لضوابط شرف الانتماء إليها وفي ذات الوقت فإن الأبواب مشرعة أمام كل الطموحات والتطلعات للكسب في مناخ نظيف وشفاف وفي إطار ما وفرته الدولة من الحوافز والتشجيعات لخلق الثروة ومناصب الشغل أيها المواطنات أيها المواطنون يؤكد السيد الرئيس الجمهورية إذا كانت أيامنا التاريخية كلها مدعاة للإعتزاز ومنها هجومات الشمال القسنطيني بقيادة الشهيد البطل زيغود يوسف ورفاقه الصناديد في عشرين أوت ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين وانعقاد مؤتمر الصمام بإيفري أزلاجن على ضفاف وادي الصمام في عشرين أوت ألف وتسعمائة وستة وخمسين فإن وفاءنا للشهداء الأبرار ورسالتهم الخالدة يدعون إلى السير على نهجهم لبناء جزائر اليوم القادرة على مواجهة تحديات الأوضاع في محيطها الإقليمي وجزائر الغد المواكبة للتحولات على الصعيد الدولي وفي الأخير يختم السيد الرئيس أتوجه بالتحية والتقدير للأخوات المجاهدات والإخوة المجاهدين متعهم الله بالصحة وطول العمر وأترحم معهم على أرواح شهدائنا الأبرار وعلى من سبقهم من رفاقهم المجاهدين إلى جنة الخلد إن شاء الله تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقية تعزية من الرئيس الإيطالي السيد سيرجيو متاريلا في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات شرق الوطن الرئيس الإيطالي قدم باسمه وباسم الشعب الإيطالي خالص تعازيه إلى رئيس الجمهورية معرباً عن عميق تعاطفه ومؤكداً للشعب الجزائري تضامن الشعب الإيطالي التام معه في هذه المحنة كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس برقية تعازي من الرئيس السحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن الرئيس السحراوي تقدم إلى رئيس الجمهورية بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى كافة عائلات الضحايا مع خالص أمانيه بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وبعد التحكم وبدرجة كبيرة في بؤر الحرائق التي مست العديد من ولايات شرق الوطن نهاية الأسبوع الماضي أبانت وحدات الحماية المدنية جنباً إلى جنب مع أعوان محافظة الغابات مدعومين بالإمكانيات التي سخرها الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح أبانت عن احترافية عالية وتفاني في الذود بالنفس من أجل إنقاذ أرواح الآخرين عن هذه المجهودات نتابع هذه الورقة ليسيد أحمد بلونة في هذه المسالك الوعرة وبين الأحراش والنيران يواصل أفراد الحماية المدنية ومحافظة الغابات مجهوداتهم وتضحيتهم من أجل إخماد ما تبقى من نيران في ولاية الطرف قمنا بعملية قطع الأشجار وإيصال الخرطوم إلى هذا المكان الذي كان شكل خاطر على الغابة كما تشوفوا عملية إخماد دراهي جارية نحن نكمل عملية تبريد إلى غاية إخماده نهائيا جنبا إلى جنب وعلى قلب رجل واحد يسهر أفراد الحماية المدنية ومحافظة الغابات على تطبيق الخطة المرسومة سلفا من قبل المركز العملياتي أعوان ذو خبرة وتكوين متخصص وإرادة قوية القوة العزم والإسراء صفات قد لا تكفي لإيفاء هؤلاء الرجال نعتهم الحقيقي يواجهون الخطر غير مبالين بالجمر الذي تطأه أقدامهم ولا العرق الذي يتصبب من رؤوسهم أنا مواطن أنا من محافظة الغابات أنا أعوان من الأعوان الحماية المدنية مواطنون حراجيون أو أفراد حماية مدنية لتهم الصفة أمام نداء الوطن فالكل مجند من أجل هدف واحد هذه الأرض دفع عليها باياتنا وجدودنا ونحن نكمل في المهمة أن نحموها من الحرائق هذه ونشاء الله نكونوا دائما في المستوى نحن رأنا 24 ساعة لـ 24 ساعة من الجندين الغابة هنالغابة اللي خلوه الشهداء والمجاهدين رأنا نكمل فيه رأنا اللي لازمنا نحمل عباد ونحمل الغابة نحن مع بعضنا البعض أعوان حماية مدنية والضباط ومسؤولين وإخوان فرقة الغابات مسؤولين وأعوان تجندين لمحافظة الغابة وإدفاعها بكل ما يتنامى من قوة هنا تنزع كل الاعتبارات ويبقى اعتبار واحد اسمه الوطن قد تتعدد طرق حبنا لوطننا لكن الهدف هو واحد الهدف يبقى دائما سامي هنا الحماية المدنية أفراد محافظة الغابات والمواطنون رفعوا العهد لن يكلوا ولن يملوا إلا عند إطفاء هذه الحرائق هنا في ولاية الطرف نعم الهدف واحد والصورة أصدق من كل تعبير وبالعودة إلى موضوع إحياء الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القصنطني وإنعقاد مؤتمر الصمام التي تعد محطة هامة في تاريخ الجزائر الحافل بالتضحيات والبطولات من أجل أن تحي الجزائر في كنف الحرية والاستقلال وقفة استذكار لهذه البطولات في هذه الورقة لربع بوزيتي لم تزل ثورة نوفمبر المجيدة تقوض مضجع الاستعمار الفرنسية منذ اندلاعها عام 54 حيث استنفد كل السبول لإخمادها ونزع فتيلها انطلاقا من وصفها بكل النعوت على غرار حرب عصبات حركة تمرد وغيرها من الأوصاف وصولا إلى محاولات تطويقها ميدنيا لكن ساحات الوغى دمغت هذه المزاعمة من خلال هجومات الشمال القصنطنية التي شنها جيش التحرير الوطني بقيادة البطل زيغود يوسف بتاريخ العشرين أوت خمسة وخمسين إذ رسخت الاقتناع بأن الثورة طورة شعب هبى للتحرري واسترجاع سيادته الوطنية وهي الهجومات التي أعطت نفسا متجددا للثورة نفسا كان بحاجة إلى أحكام التنظيم الثورية وتقييم مصار الكفاح لمعالجة الاختلالات واستدراك الثغارات التي برزت خلال سنتين من اندراع الثورة المسلحة وكان ذلك في رحاب مؤتمر الصمام في العشرين أوت ستة وخمسين بقرية إيفري أمزلاج بيبيجايا هذا اليوم أعطى دفع إعلامية قوية عالمية عالمية على أن الثورة الجزائرية لم تنتهي وإنما نهضت وكأنها نوفمبر جديد كذلك أيضا هذه الهجومات أعطت رسائل للعالم بحيث فردت القضية الجزائرية في الأمم المتحدة في الذكرى العاشرة بأن هذا الدور تكسب فيها القضية الجزائرية وتنهزم فيها فرنسا ساحبة العراق الديبلوماسي مؤتمر الصمام كان محطة تقييمية وتنظيمية لمستقبل الكفاح من أجل التحرر بما خرج به من قرارات منها إصدار وثيقة سياسية شاملة تعتبر قاعدة إيديولوجية تحدد منهجية الثورة المسلحة مرفقة بتصور مستقبلي للأفاق والأسس التنظيمية للدولة الجزائرية بهذا المثاق تم فيه تحديد الحدود الدولية للدولة الجزائرية تم تحديد فيه مبادئ السياسة الدبلوماسية الثورية للثورة الجزائرية تم تحديد فيه العلاقات بين هياكل الشعبية للشعب الجزائري تم كذلك تحديد فيه كل مجريات ما يتعلق بالوحدة الوطنية العشرون أوت يوم المجاهد يوم جمع بين سنتين مختلفتين لمحطتين خالدتين من الثورة المجيدة الأولى ضحضت مزاعم الاستعمار ومحاولاته لوئد الثورة بهجومات زعزعت أوصاله والثانية لم تشمل الرفاق حول هدف أسمى تحرير الجزائر ورسم معالم الدولة الجزائرية المستقلة البطل الرمز زيغود يوسف قاهر فرنسا الاستدمارية وقائد هجومات الشمال القسنطيني تحيى ذكراها اليوم وتخلد في فيلم وثائقي أشرف على عملية انطلاق تصويره وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعية البصري أحمد راشدي وسط مدينة زيغود يوسف بولاية قسنطين وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد رضا تبرمسين بمناسبة الذكرى المزدوجة لهجمة الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام أعطى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا إشارة انطلاق تصوير الفيلم الطويل زيغود يوسف نحن اليوم في إطار إحيائنا ليوم وطني غالع الجزائريين وهو اليوم الوطني للمجاهد نحي فيه ذكرتين هامتين ومحطتين أساسيتين في تاريخنا الوطني الأولى هي هجمات الشمال القسنطيني ومهندسها وقائدها وبطلها زيغود يوسف رحمة الله عليه والمحطة الثانية هي أيضا لأحداث مؤتمر الصمام ونعقاد مؤتمر الصمام في إطار الجهود المبذولة في سياق تطبيق وتجسيد توجيهات السيد الرئيس الجمهورية المتعلقة بالحفاظ على الذاكرة الوطنية الفيلم الذي من المنتظر أن يتم تصوير أجزاء منه في مسقط رأس الشهيد ومشاهد خارجية أخرى في عديد مدن شرق البلاد سيكون جاهزا في غضون أشهر كنا قادرين تصوروا إطلاق مشروع مثل هذا في يوم آخر غير هذا اليوم التاريخي وهو طبعا ذكرية هجومة شمال القسنطيني فهذا الانطلاق الشرفية للمشروع إن شاء الله ستبدأ تحذيرات وإن شاء الله يكون الفيلم على مستوى طموح الجماهير عن شخصية الشهيد يرى علي بطل الفيلم أنه رغم صعوبة الدور فإن تقمص هكذا شخصية سيكون إضافة لرسيد أي فنان ثقة للشخصية الشخص يضحي بحياته من أجل أن يعيش آخرون حتى الحاضر وفي الأجيال القادمة ما هيش سهلة شخصية ثقيلة جدا وتطلب مجهود فيلم زيغود يوسف سيكون حتما إضافة قيمة فنية وتاريخية للمكتبة السينمائية الجزائرية في ذكرى رمزية تعني للجزائريين الكثير في الرياضة العسكرية ومواصلة للفعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جواً 2022 شهد ميدان القفز للقاعدة الجوية عين والسارة بالناحية العسكرية الأولى اليوم إجراء منافسة القفز المظلي المرحلة هذه عرفت مشاركة 16 فريقاً في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية أحمد سويلح اليوم الرابع من الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جواً 2022 المقامة بالجزائر جار وكالعادة وسط ظروف تنظيمية محكمة وتنافس كبير بين الدول المشاركة 16 فريقاً كان على موعد بعين والسارة مع منافسة القفز المظلي بقوام فصيلة مع تنفيذ سباق على مسافة عشرة كيلومترات وأبان فيها الرياضيون عن إمكانيات بدنية وتقنية عالية تتناسب وطبيعة مهام الفرد العسكري خاصة في الظروف الصعبة للإشارة عرفت هذه الألعاب الدولية منذ بدايتها حضوراً جماهيرياً لافتاً تجاوب مع المنافسين في جو زاد المسابقات حماساً في الرياضة دائماً استعدادات وتحضيرات متواصلة بولاية مستغانم تحسباً لاحتضان كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات عند فئة الناشئين وسط إشادة وتثمين من قبل الأسرة الرياضية لاختيار ولاية مستغانم استضافة هذا الحدث العربي الرياضي محمد الأمين بقدوري مدينة مستغانم تجمع بين الطابع السياحي الثقافي والرياضي تتأهب هذه الأيام لاحتضان كأس العرب عند فئة الناشئين في طبعتها الرابعة سكان ولاية مستغانم لازم يشاركوا في نجاح هذه الدورة العربية ويطلعوا بقوة للملعب المركب إنه لشرف عظيم لاحتضان ولاية مستغانم تظاهر مثل التي ستجري هذه الأيام القليلة إن شاء الله ونتمنى بذلك النجاح والتوفيق للفريق الوطني الجزائري سيكون المركب الرياضي الرائد فراج مصرحا لهذه الدورة العربية صرح رياضي يحتوي على العديد من المرافق التي تتوفر على كافة المقومات الأمور جارية فيوتيلة عالية لإحتضان هذه الدورة إن شاء الله كما تعلمون المركب الرياضي الرائد فراج يحتوي على عدة وحدات منها القاعة متعددة الرياضات وكذلك المسبح قاعة كذلك الأيروبيك وعندنا كذلك كما نقولون الوبرج وكذلك خاصة الملعب محمد مسعيد هو الذي يحتضن هذه الدورة هذا وتعد كأس العرب للناشئين أول تظاهر دولية رياضية يحتضنها مركب الرائد فراج بولاية مستغانم دولياً تتواصل ردود الفعل المنددة بتصريحات الرسونية الأخيرة التي دعا من خلالها إلى الزحف على دول الجوار حيث اعتبرت هيئات دولية أن ما قام به الرسوني عمل خطير وغير مسؤول وفتنة قد تتسبب في شرخ كبير في صفوف الأمة العربية والإسلامية من سيصدق فقه المخزني بعد الذي جهر بها وقد تورط وورط من ورائه تنظيماً سوق له في كل ناد على أنه جامع للمسلمين وحامل بيضة الإسلام إلى وقت قريب خرج هذا الرسوني على الناس عبر شاشات كان يبدو جلياً أنها تنفخ فيها راح الرجل متماهياً معها ويظهر في كل مناسبة معتمراً قبعة الزاهدي المتباك على دماء المسلمين في فلسطين قبل أن ينكس على عقبيه أمام أشقاء الدم والعقيدة في دول جوار بلده وتلكم أرض شنقيط تفور عدة وعديدة رداً على تصريحاته إذا يمكن رده على أحمد الرئيسوني أنا قولي أن موريتانيا دولة قائمة شعب له خصيته ومن انتمائيه الإسلامي والعربي والإفريقي وآن الأوان ليكف الشعب المضرب عن الاستيزاء ببلد كان يسهامهم بالثقافة العربية والإسلامية يسهاماً كبيراً فماذا تغير يا ترى أو بالأحرى ما الذي دهى الرئيسوني حتى يزل عن صهوة جواد الحق الذي لا يقبل التجزئة أو المفاضلة ما تعلق الأمر بوحدة المسلمين في الأرض والدم ثم ما الذي جعل من رئيس اتحاد عام لعلماء المسلمين يقفز على حبل الله ويعتسم برواية المخزن الضعيفة المضعفة بقوة التاريخ والجغرافيا والشرائع الدولية وينذر نفسه معولاً في يد مخزن ظل مضل يطلو القرآن في المساجد ويقرأ التلموذ في المحافل على أتبائه من خشارة خزنية ذات المحافل لم يعد خفياً والحال هذه بات يلهج بتعاليمها عديد النخب المزيفة المنحرفة عن الأصول في مجالات شتى بمن فيهم رجال دين المتزلفين نخب باتت تحمل مشروعاً متصهيناً استدمارياً توسعياً وتتحامل على قيم شعوبها ما إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً فتباً لقلم أعرج لا يمشي إلا بعكاز وتباً لفقيه لا يفتي إلا بمهماز نعود إلى أخبارنا الوطنية لنختم بالذاكرة التاريخية ذاكرة تؤرخ لبطولات شعب حرر وطنه من بطش مستدمر وقادة ثورة حيرت جيوش الأطلسي أنا ذاك زميل مالك درحمون زار البيت حاضن مؤتمر الصمام الشاهد على عبقرية شباب خططة وهيكل لدحر الغزة هنا وسط هذه الجبال وقبل ستة وستين عاماً وبقرية إفري أوزلاغن كان المنعرج الحاسم للثورة الجزائرية من خلال إنعيقاد مؤتمر الصمام والذي حضره كبار قادة الثورة والذي أعطى بعداً آخراً لها الآن إمن مؤتمر مؤتمر أصاب التماظ ونحن نستمر أقل الزورة جسمية ونحن نستمر ونحن نستمر ونحن يستمر ونحن نستمر وعليم مؤتمر اللي فرسولة فرانسة عين سبيل السلام ونحن نستمر هم هناك أصاب ومركود جاني بوست الدوليس الخبار والعميروش رحمة الله هو الأول اللي يسبق لنا وحضرهم كل شي حضرهم الأماكن النوم حضرهم أماكن الاجتماع حضرهم مني باقي والأكل توفير الأكل جميع الشروط متوفرة وهذا في شهر أوت ستة وخمسة وبقى تقل بخمساشين يوم وبعد نشفنا المؤتمر المجتمع خرجوا كلهم بمكان واحد وقاموا بمسيرة بمسيرة بوجودة جزائر طبيعة المكان وصعوبة التضاريس كانت عاملا مهما في اختيار القادة للمنطقة للحفاظ على سرية المؤتمر وعدم اكتشافه من العدو الفرنسي كما حكونا في هذا الوقت حتى واحد ما على بلو يعني واشي صرا في هذه المنطقة نتعاوز اللي نج على بلهم كاين كاش حاجة ما بصح تواحد ما على بلو واشصرا وكاين الناس يعسوا هكذا الرؤساء والحكام انت على الأخر جيش تحرير اللي نظموا هذه المؤتمر داروها في سر مكانش مؤتمر صمام محطة فارقة في تاريخ الثورة الجزائرية فمن خلال هذا المكان تم إعادة هيكلة الثورة وتقسيم المناطق إلى ولايات تاريخية والتي كان لها بعد قوي في تحقيق النصري على الاستعمار الغاشم ختام النشرة الصباحية شكرا لكم على المتابعة ألقاكم في تمام التاسعة السلام عليكم اشتركوا في القناة